طيب خليني اكون واضح معكن قبل ما مسكر هاد الموضوع انا ما بعرف لها قدل انفعلت وزعلت وضيقت من بعض الخسارة يمكن كان ماشل هائق بان فريقان كبار بان شبس بليفر بول كان في فروز كتير ضيعة كان في حماس بلمبارات كان في ظلم تحكيمة ركلات جزاء بس بصراحة تطلع هاك بتقول كأس الرابطة الانجليزية شو هاد البطولة ولاك ايدك كفة اكبر من البطولة بحد ذاتها هاد البطولة يلي الربحة يلي هو اليفر بول بيربح 200000 جنيه فقط يلي ما بتطلع قد نص اسبوعية محمد صلاح معنا هاد اليفر بول شو هاد البطولة ولاك هل قدي مبسوطين وفرحانين بكأس الرابطة الانجليزية كانت كن ربحت وطورة بتقبروا قلبي يا حبيب اربحوا البطولة المحترمة هاد الموسم وفرحوا تربح البطولة من سوق الجمعة ولاك بعدها انا اتفاجأت بالعالم يلي بتقلق تشالس رايحة عموسم صفرة اي موسم صفرة ولاك نحنا كنا رايحين عم السوداسية باول موسم مربحنا الكأس السوبر اوروبا ومن كم يوم مربحنا الكأس العالم الاندي وبيجيك بالاخر بيقولك رايحة عموسم صفرة يلا علبة ولاك صباح الزفت عادي الصورة يلي بويشكم بنفس البطولة بنفس النهائة كيبا رفض يطلع من الملعب ب2019 خسرنا وامبارح ده ميفربول دخل باخر ديقة كمان خسرنا الله لا يعطيك العافية كيبا